بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تزهك الكربات فله علينا الطاعة بالعبادات والحمد لله الحكيم بعدله ولا يكون شيء إلا بأمره والسماوات والأرض مطويات بيمينه فلهذا له علينا تقديره حق قدره فالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب وأشجارنا الأقلام والبحر حبرها ونحن طول الدهر نملي ونكتب لما بلغوا كنها شكرك ذرة ولو جد المديح لك حامدا ولو أصر الحامد لك شاكرا فلك المحامد كلها يا مهيم يا مصور يا عزيز يا غفار ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد سعادة مدير مأهد الإمام البخاري لفاضل الأستاذ أحمس فائس عاسف الدين حفظه الله تعالى ورعاه أسحاب الفضيلة والسماحة سعادة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حامد ابن معاود الحجيلي سعادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الرحيلي سعادة فضيلة الشيخ الدكتور حسين الجابري حفظهم الله تعالى وبارك فيهم وأهليهم وعلمهم ونفع بهم الأمة أجمعين أيها الحذور الكرام مشارك الدورة التأصيلية الرابعة أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل دار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحذور المكرمون لكل بداية النهاية فشعرنا أو لم نشعر قد ارتقينا إلى آخر أيام لقائنا في هذه الدورة المباركة وفي ثلاثة أيام هذه مكننا الله أن ندرك علوماً غزيرة كثيرة ما لا يحصلها الآخرون في مدة عديدة طويلة فنشكر الله على ذلك كما لا ننسى شكر مشايخنا المعلمين المرشدين في هذه الدورة المباركة الذين تحملوا المشاق وصبروا من أجل الدعوة إلى الله وأبقوا أوقات حياتهم لنصرة دين الله ولا نزكي على الله أحدا فقد قال صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس فبرمجتنا الأولى في هذه الصباح الباكر الذي بورك أمة محمد في بكورها كلمة من المدير المأهد الإمام البخاري سعادة الأستاذ الحبيب المكرم الأستاذ أحمس فائس عاسف الدين حفظه الله تعالى فلسعادته نفضله بشكرنا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحفل الكريم نحن الآن في نهاية هذه الدورة الدورة التأصيلية الرابعة المنعقدة في هذا المأهد سائلين المولى جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم جهودنا ومشاركتنا الفعالة وأن يبارك لنا فيها وينفعنا بما استفدناها من مشايخنا الفضلاء فنشكروا مشايخنا الفضلاء أصحاب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حامد بن معاود الحجيلي والشيخ الدكتور أبد الكريم بن عيسى الرحيلي والشيخ الدكتور حسين بن نفاع الجابري نشكرهم الشكر الجزيل على ما ألقوا من العلوم النافعة وما قدموا لنا من حسن التناصح وحسن الزيارة جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم وجعل مثوانا ومثواهم الجنة الفردوس كما نشكر الإخوة الحضور على حسن المشاركة والانضباط في الوقت وجميع الإخوة المنظمين بهذه الدورة ما بذل من جهد وتعب مشكور نسأل الله عز تناؤه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يدخلنا برحمته فسيحا جناته كما نسأله سبحانه أن يتكرر لمثل هذه الدورة سنويا على خير وبركة إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أقدم عذري أصالة مني ونيابة عن جميع الإخوة المنظمين على التقصير في خدمة المشايخ والمشاركين فإن الكمال كما قلت في الافتتاح لله وحده وإن الإنسان محل النسيان وإن الحسنات يذهبنا السيئات فنحسن التواصل فيما بيننا عسى أن تكون حسنات لنا بإذن الله تعالى وأخيرا وخطاما جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزا الله أستاذنا على ما ألقى لنا من كلماته خيراً كثيراً ويليه كلمة يلقيها لنا فديلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عيسى الرحيلي فنفضل فضيلته ونشكره مأجوراً الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله أحد ولا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فإننا نشكر فضيلة الشيخ أحمس فايز على هذا الكرم والجود وعلى هذا الاستقبال الحافل ولم نرى قصوراً في ذلك لا منه ولا من غيره من أعضائه هي التدريس ولا من الطلبة ونقول لهم جزاكم الله خيراً على ما قدمتموه وإن كانت لي كلمة فهي تتعلق بأصل عظيم من أصول الدين من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال الله تعالى ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير كل شيء مقدر وقال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولذا جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الحديث العظيم الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فكل شيء حصل لك فإنما هو مقدر عليك من الله جل وعلا وكل شيء وقع في هذه الدنيا إنما هو مقدر من جهة الله جل وعلا لا يحرج الشيء في هذه الدنيا عن أمر الله جل وعلا فإن قبلت في الجامعة السلامية أو لم تقبل فكله مقدر وعليك التسليم لا بد من التسليم ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد حديث طويل وعند ابن ماجم في السنن وصحح الحديث الشيخ الألباني أريد أن أقرأ عليكم هذا الحديث في باب القدر حديث عظيم ينبغي لنا أن نتقيد به في آخر زمن الصحابة حصلت الفتنة في قضية الإمام بالقضاء والقدر بين طائفتين الجهمية الذين قالوا بأن الله جبر العباد على الفعل والقدرية الذين نفوا القدر وقالوا إن العبد يحلق فعل نفسه فقال عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر لأنه تأثر في ذلك وبقي ثلة من أصحاب النبي السلام في ذلك الزمان وقع في نفسي شيء من هذا القدر من هذا القدر من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فآتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا وجبل أحد عندنا في المدينة كبير جدا تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن ميت على غير هذا دخلت النار ولا عليك يقول أبي بن كعب لهذا السائل لابن الديلمي يقول ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله وهذا السؤال كان في الكوفة فإن منبع الضلال في ذلك الزمان كان في الكوفة فأتيت عبد الله فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال لي مثل ما قال وقال ائتي زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعليه وقال يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن ميت على غير هذا دخلت النار صحح الحديث الشيخ الألباني فنستفيد هنا يا إخوة التسليم التسليم لأمر الله جل وعلا خير لك إن ذهبت خير لك إن بقيت في ذلك هنا فلا تجزع ولا تتأفف فإن ذلك مقدر عليك عليك فقط ماذا فعل السبب افعل السبب والأمر بعد ذلك الله جل وعلا فأنت فعلت السبب عندما ذهبت إلى موقع الجامعة وأدخلت البيانات فعلت السبب والأمر لله جل وعلا فإن بقاءك في أندونيسيا ربما يكون لك خير لك من الذهاب هناك في ذلك ولذا دائما طبق هذه الآية إن كل شيء خلقناه بقدر أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا تحت مستقر رحمته وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا إنه سمع مجيب هذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد جزى الله شيخنا على ما ألقى لنا من كلماته جزيل الخير ثم كلمة بعدها يلقيها فديلة الشيخ الأستاذ الدكتور حامد عمد معاود الحجيلي فنفضل فضيلته ونشكره مأجورا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفاثرهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد في بداية الأمر نحمد الله جل وعلا ونشكره سبحانه وتعالى أن هيئ لنا الوصول إلى هذا المكان وإقامة هذه الدورة العلمية التي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح وبعد ذلك نشكر فضيلة الأستاذ أحمس وفقه الله على جهوده المباركة وجهوده الكبيرة التي قام بها في هذا المعهد وإشرافه المباشر على هذه الدورة العلمية وإنجاحها بعد فضل الله سبحانه وتعالى وكذلك تقدم بالشكر الجزيل له جزاء كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي وجدناه منه وكذلك من الإخوة المدرسين وفقهم الله واهتمامهم الكبير في ذلك وهذا الحضور المبكر من هؤلاء الإخوة الطلاب وتقريبا حضور جميع الطلاب إلا من أدلة هذا الاهتمام بهذه الدورة العلمية ثم أيها الإخوة إن كان من كلمة في ذلك فهي متعلقة بقول الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أيها الأحبة أنتم تعلمتم كثيرا ولله الحمد سواء في هذه الدورة أو في المعهد أو في غيرها وإن الحكمة إن لم توافق طالب العلم والداعية إلى الله جل وعلا من ابتداء طلبه لعلم ومن ابتداء دعوته إلى نهايتها فإن مصير طلبه للعلم ومصير دعوته هو الفشل فلابد أن تكون الحكمة مصاحبة لذلك كله فأنت تريد أن تبلغ ما تعلمت فلابد أن تبلغه بالحكمة والحكمة وللأسف الشديد اليوم أخذت إلى معاني غير مرادة شرعا أخذت إلى معاني غير مرادة شرعا من قصرها على اللين أو قصرها على الرفق أو قصرها ربما على ما هو شد على التساهل قصرها على التساهل والحكمة في اللغة تعني المنع والمنع من السفة وأما في الشرع فمن أجود التعريفات في ذلك ما عرف به الإمام بن القيم رحمه الله إذ قال الحكمة الإصابة في القول والعمل أو وضع الأمور في موضعها الصحيح وضع الأمور في موضعها الصحيح فأنت أيها الداعية الموفق المسدد إذا وضعت الأمور في موضعها الصحيح فأنت حكيما فأنت حكيما لذا الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا تكون أولا في اختيار الموضوع الذي تدعو إليه وأهم موضوعات الدعوة إلى الله جل وعلا هو أوجب الواجبات وأهم المهمات وأولى ما فرضه الله جل وعلا على الإنس والجن وهو توحيد الله سبحانه وتعالى إذ يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثم بعد ذلك الجد والإجتهاد في بيان السنة والتحذير من البدعة ثم بيان ما يتعلق بالموبقات وبكبائر الذنوب وكذلك بيان ما يتعلق بتتمة أركان الإسلام وغير ذلك من أحكام الدين فإن مختيار موضوع الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد أن تصاحبه الحكمة من بدايته إلى نهايته ثم الحكمة كذلك تكون في مراعاة حال المدعو تكون في مراعاة حال المدعو فلا يناسب أن يطال على المدعو في الإلقاء أو في التدريس أو في خطبة الجمعة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة كذلك تراعي قدراته من حيث الفهم ومن حيث الإدراك فتختار الألفاظ الفصيحة الواضحة له البعيدة عن التكلف والبعيدة عن التقعر كذلك من أوصاف أو من ما يميز الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا أن يتصف الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بالصفات المناسبة للدعوة أي أن تتوفر فيه مقومات الداعية إلى الله جل وعلا ومن أعظم تلك المقومات الإخلاص لله جل وعلا ثم العلم ثم الصبر ثم الصدق وغيرها من هذه الصفات أي أن يكون الداعية إلى الله جل وعلا قدوة حسنة للمدعوين قدوة حسنة للمدعوين ومن تشر الإسلام في هذه الأماكن إلا بسبب القدوة الحسنة إلا بسبب القدوة الحسنة أيضا ومما تتضمنها الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا معرفة الوسائل والأساليب المناسبة للمدعو معرفة الوسائل والأساليب المناسبة للمدعو فلا بد من اختيار الوسائل المناسبة للمدعو ومن ذلك تنوع هذه الأساليب فتستخدم تارة ضرب المثل وتارة تستخدم صرد القصة وتارة ترح السؤال والمقارنة وغير ذلك من هذه الوسائل والأساليب وغير ذلك من الوسائل والأساليب وأنبه أخيرا إلى أن الحكمة هي وضع الأمور في موضعها الصحيح ولا تعني الرفق دائما ولا التساهل دائما مع أن الأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا هو الرفق الأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا الرفق ولكن ليس دائما لذلك انظر إلى الأحكام الشرعية فإن جاء فيها القصاص وجاء فيها التعزير وجاءت فيها الحدود الشرعية وجاءت فيها الكثير من الأحكام التي فيها حزم وفيها قوة وذلك لأن بعض الناس لا يصلحهم إلا القوة ولا يصلحهم إلا الحزم فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يتفقها في دينه سبحانه وتعالى وممن يكون حكيما في دعوته هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد جز الله الشيخ على ما ألقى من الكلمات خيرا كثيرا ثم تليها كلمة يحدثنا بها فديلة الشيخ الدكتور حسين بن نفع الجابري فنفدله بشكرنا مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملأ ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملأ ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملأ كل شيء الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أحبتي في الله نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا إكمال هذه الدورة وإن كانت أيامها معدودة وأوقاتها محدودة ونتقدم بالشكر الجزيل للشيخ أحمس وسائر الإخوة القائمين معه في هذا المعهد من موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات شاركوا معنا في هذه الدورة وفي نجاحها ونسأل الله للجميع القبول والإخلاص والتوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة في نهاية هذه الدورة هناك بعض الوصايا التي أوصي نفسي بها وأوصي بها إخواني وأحبابي ومن يعز علي أولا معرفة قدر العلم الشرعي الذي قضيناه سويا في هذه الأيام الثلاثة فنحن نسير في طريق عظيم من أعظم الطرق المقربة إلى الله جل وعلا وهو طريق طلب العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ولذا قال الإمام مالك وقال الإمام سفيان الثوري وقال الإمام أحمد رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم لا أعلم بعد الفرائض أعظم من طلب العلم لمن صحت نيته الأمر الثاني مراجعة ما تمت دراسته في أثناء الدورة وأن لا يكون آخر عهدك بالكتب التي تم شرحها في الدورة هذا اليوم لا عليك أن تراجع ما تمت دراسته وتلخص ما تمت دراسته سواء في العقيدة أو في الدعوة أو في طلب العلم أو في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أو غيرها من الدورات الأخرى التي تعقد لا تجعل آخر عهدك بالعلم والمواد والمتون التي تشرح لك هو تلك الدورة لا عليك أن تعمل مراجعة وتلخص ما تمت دراسته وما استفدته في هذه الدورة الأمر الثالث نعلم أنه في بعض الدورات تكون الدورة أيامها قصيرة وربما لا يستطيع الشيخ أن ينتهي من الكتاب فلا تقف عندما وقف الشيخ عليك أن تكمل قراءة الكتاب وأن تحاول أن تفهمه وأن تبحث عن شرح له وأن تستعين بزملائك الذين يدرسون معه تستعين بالمشايخ الموجودين في المعهد وتسألهم عما يشكل عليك في هذا المتن حتى تقرأه كاملاً وتنهيه كاملاً بهذا تستفيد يا طالب العلم وتستطيع أن تقرأ عدداً كبيراً من المتون العلمية والآن ولله الحمد من النعم الله علينا في هذا العصر وجود الإنترنت تستطيع أن تدخل وتنظر في الشروح الموجودة وتنظر سواء أردت شرحاً مكتوباً أو أردت أن تستمع إلى شرح لهذا الكتاب من مشايخ آخرين موجودين تستفيد وتكون شخصيتك العلمية نقطة أخيرة أشار إليها الدكتور عبد الكريم وهي أني لحظت أن كثيراً من الطلاب لديه حرص شديد جداً 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 على أن يلتحق بالجامعة الإسلامية وهذا شيء طيب لكني ألحظ منهم كأنه يعني يقول إذا لم ألتحق بالجامعة الإسلامية تكون عندي مصيبة عظيمة وكارثة فقد الدنيا لا نحن درسنا معكم سوياً في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة من الأسباب أو الوسائل التي تفيد في اكتساب السعادة أن يقدر الإنسان أسوأ الإحتمالات أليس كذلك؟ إذا قدمت أنا على الجامعة وقدر أسوأ الإحتمالات إيش أسوأ الإحتمالات؟ أني لا أقبل في الجامعة حتى إذا صدر بعدين القرار وخرجت الأسماء واسمي غير موجود في هذه الأسماء الحمد لله أنا وطنت نفسي على ذلك وكنت متوقع هذا الشيء فأنا أقول لكم يا أحبابي الالتحاق بالجامعة الإسلامية نعمة عظيم لا يشك في هذا أحد ولو كنت مكانكم لحرست مثل حرصكم ويمكن أشد لكن إذا لم يتيسر لي الالتحاق بالجامعة ترى ليس من شرط الدعوة إلى الله أن تكون حاصلاً على شهادة الجامعة الإسلامية بإجماع أهل العلم ما في أحد يخالف ليس من شرط الدعوة إلى الله أن تكون معك شهادة الجامعة الإسلامية ولكم رأينا عندكم هنا في إندونيسيا وفي غيرها من له أثر كبير جداً ليس في بلده فحسب بل حتى في بلدان العالم الإسلامي وليس معه شهادة الجامعة الإسلامية واضح يا أحبابي فأنت احرص على الخير احرص على التقديم على الجامعة الإسلامية على جامعة الملك سعود جامعة الإمام محمد بن سعود جامعة القصيم جامعة أم القرى غيرها من الجامعات احرص على أن تقدم وأن تقبل هنا أو هنا أو هنا لكن إذا لم يحصل لك قبول فليس معنا هذا أنك انقطعت عن الطريق لا أحد الإخوة في أفريقيا قابلنا أنا والدكتور عبد الكريم كان معي في دولة مالي ليس معه إلا شهادة الثانية ثانوية يعني لم ينتهي من المرحلة الثانوية منتهى من المرحلة الثانوية ولم يدخل في الكلية أصلا حافظ على يديه القرآن في ذلك الوقت عام كم يا شيخ حد الكريم 1422 من الهجر قبل عشرين سنة حافظ عليه القرآن في ذلك الوقت سبعين حافظا سبعين حافظوا القرآن على يديه عطني خريج من خريجيا الجامعة الإسلامية حافظ على يديه القرآن سبعة ما هو سبعين رأيت يا أخي الحبيب وأحد الإخوة في الهند أيضا أسلم على يديه من الهندوس قرابة 250 هندوسيا دخلوا في الإسلام على يديه لم يلتحق بالجامعة ولم يأتي أصلا إلى السعودية إلا بعدين لما جاء للحج وهذه يا أحبابي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأن ينفعنا وينفع بنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله الشيخ على كلماته التي تفيدنا إن شاء الله جزيل الخير فبهذا تم اختتام الدورة التأصيلية الرابعة بإذن الله ونشكر مسائخنا فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وعلمهم وأهليهم ومتعهم الله بالصحة والعافية وأجزل مثوبتهم في ميزان الحسنات وكما نتمنى منهم كذلك استمرار زيارتهم إلى هذا المعهد المبارك كرات ومرات ولعل الله أن يُسِّر لنا ولهم في كل الخيرات وهو على كل شيء قدير ويغفر لنا الذنوب والحفوات فهو الغفور الرحيم هذا فإن اطلع فيكم مني صواب فما ذاكم إلا من الله الركيب وإن بدت لكم مني زلة وهي كثيرة فتلك من نفسي ومن الشيطان تأتي وها أنا نفس الفقير لا أرجو إلا أن أكون على ذوم عبد ربي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر